اشتركوا في القناة تلخصات مهمة جدا 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 قانون الاول والقانون التاني قانون الاول بيتكلم عن زوج واحد هنا بيتكلم عن زوجين من الصفات المتضادة النتيجة في الجيل الاول كان 100% هنا برضو 100% من الجيل النتيج الجيل التاني بيطلع لي 3 الى 1 سائد و 3 متنح هنا بيطلع لي 12 خلاص او هنقول 3 الواحد برضو في كل زجم الازواك يعني لو احمر مع اللبيض ده تبقى 3 الواحد يبقى 3 الواحد برضو ده سائد وده متنحي لو الطول 3 طويل و 1 ايه متنحي اللي هو قصير دي خلاصة الايه قوانين منتل وطبعا دي مشروحة عندنا في القناة تعالوا هنا بقى تداخل فعل الجينات تداخل فعل الجينات دي من اهم الامور عندنا في الاحياء يعني ايه يعني اول حاجة ان ادم سيادة ان ادم سيادة يعني ان ادم سيادة نركز فيها كده لا يسود احد الطرفين على بدول الاخر عندي نبات شاب الليل شاب الليل لما يجيب لي اسمه اعرف ان دي حالة ان ادم سياد تبدأ هتفدني اه هتفدني بنسبة 1 الى 2 الى 1 خلاص طبعا دي ممنوع جماع حاجة دي النسبة العامة بتاع الجيل التاني الجيل التاني مالك جيل الاول مصدر صفة وسطي يبقى ده الجيل التاني يطلع للنتيجة دي معنا بات شاب الليل وديك الاندلسي اديك الاندلسي اقول لكم برضو موجودة في قائمة التشغيل مصطفى رجب خبير العلوم القناة بتاعتنا خلاص ادخلوا وشغلوا قوائم التشغيل في اهمانها جيل احياء كله بفضل من الله ومراجعات وحل اسئلة وحل بوكلت نتابع ونشوف هذا الكلام خلاص تاني حاجة احنا قلنا اديك الاندلسي وانا بتشاب الليل خلاص دي النسبة بتاعته واحد الاثنين الواحد وده الجيل التاني مالك جيل الاول في نادام السيادة جيل الاول بتبقى 100% بس صفة وسطية صفة ايه؟ وسطية كان هنا 100% بنقول احمر 100% احمر طويلة والناس اللي بتراجع ومذاكرة عارف الكلام ده عن ايه؟ هنا صفة وسطية ما بين الاحمر والابيض هيديني الصفة الوسطية ايه؟ كورون فولي خلاص اديك الاندلسي الصفة الوسطية ريشو ازرق ريشو ازرق دي نسبة المية في المية طبعا برضو هتقول انا مذاكرتش راجع ايه؟ الحاجات دي موجودة على القناة بالتفصيل عشان الوقت يبقى دي الحالة الأولى الاندام السيادة الحالة الثانية الجينات المتكاملة الجينات المتكاملة من لفظها طبعا دي من نفس اللفظ لا يسود احدهم على الاخ دي برضو من نفس اللفظ جينات تتكامل فيما بعدها فيما بعدها مع بعض يعني لازهار الصف ما يميزها العلامة المميزة الازهار البيضاء مع ازهار بيضاء يعني دي اهم ما يميزها الرموز دي لان احنا متعودناش دي حالقه دي في الأحمر والإيه والأبيض هنا في الإيه في الأدام السيادة والقنون مند يبقى ديت مع بعضها لما يكون سمول هنا وسمول النحية دي المهم الزوج التاني سمول الزوج كابتل والتاني سمول اذا اظهر بيضاء يبقى دي كلها اظهر ايه بيضاء تب الجيل الاول يا مصدر الجيل الاول هيطلع لي 100% بنفسي جي او كورونفولي او المهم حاجة ملونة يبقى البنفسي جي هطلع ل 100% بس هيطلع لهذا المنظر اسمول ايه كابتل بصوا المنظر كده هيطلع ليه كده طيب الجيل التاني خدوا بالكم انا بجيب مختصر المفيد الجيل التاني عشان واحنا بنراجع وده ان شاء الله عمل لكم ورقة كاملة كده هوشوا ظهر الباب التالت كله بإذن الله انتظرونا قريبا بس محتاجين مشاهدات محتاجين نعمل لايقات كتير محتاجين ننشر القناة بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا لجميع المحافظات هتقول له يا مصدر عشان جماعة استفيد وانا هستفيد معاكم برضو ان شاء الله مش هقول لكم مش هستفيد يبقى الناس هتستفيد كلها بإذن الله وده اللفظ اللي بقوله الناس كلها هتستفيد يبقى جيل التاني هيبقى نسبته 9 الى 7 اوه هتنسى اوه هتنسي النسبة دي يبقى 9 الى 7 في جينات المتكاملة ده ملون وده ايه ابيض يعني ايه مصدر ملون يعني في بعض الكتب بتكتبهولي بنفسي مفيش مشكل ملون مفيش مشكلة وده ابيض يبقى نسبة 9 الى 7 ما تتنساج ده في الجيل التاني وما للجيل الاول نسبة 100% ايه بنفسي ركزوا بتكلم عن تداخل فعال الجينات نادم سيادة الجينات المتكامل تلاتة تلاتة الجينات المميتة الجينات المميتة الجينات المميتة ديت اذا تواجدت بصورة سائدة نقية سواء سائدة او متنحية بيامطروا بالناس في عندي مثلا عندي اه الجينات المميتة السائدة عندي لون الفراء لون الفراء في الفقران لون الفراء الفراء اللي هو الفر او الريش بتاع ايه الفران طبعا ده هو جيل واحد جيل واحد قلنا حاجات مركزة كابسولات خطيرة جدا جيل واحد بس اه طيب بيموت ايه بيموت الواي كابت الواي كابت يعني سائد نقي ربا الناس لا ربا الناس لي بيموت في الرحم في الرحم يموت في الرحم ده بالنسبة الفراء طيب المتنحية المتنحية اذا تواجدت في بادرات بادرات الزرة نبات الزرة طبعا لما يجيل السي سمول سي سمول اللي هي الصفة المتنحية يبقى نقول متنحي نقي خلاص هنقول يصفر ثم يزبل ثم يموت رابع الناس لا رابع الناس لا ركزوا ما زلنا بنجيب سبوتس كده بنجيب بنشيك على الحاجات اللي عندنا مهمة جدا 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 تمام ايه المطلوب مني اللي هي توارس فصائل الدم الدم عندي ثلاث فصائل اساسيين الا والبي الا بي جاية نتيجة دمج الاثنين مع بعض عندي الاو اللي يهمني في فصائل الدم ان فصائل الدم ايه فيها اي او واي اي البي فيها بي بي وبي او كلام جميل هنا ما فيهاش اللي اي بي دي منهاش اللي اترزي واحد برضو او او ده بقول معطي عام معطي معطي عام لخلوة لخلوة من مولدات الالتصاق كلام خطر جدا يا جماعة اللي بيتكتب ده واللي بيتشرح ده لخلوة من مولدات الالتصاق تمام ده معطي عام ده مستقبل عام مستقبل عام بياخد من كله لكن ما بيديش الا نفسه مستقبل عام لان فيه الا وفيه البي ده مشكلة في مولدات الالتصاق الاتنين طيب فصائل الدم فيه سؤال خطر جدا اظهروا تربية التعليم تعتبر تعتبر فصائل الدم مثالا لانعدام السيادة والسيادة التامة وتعدد البدائل يجي يقول لي فسر او وضح ذلك او علل لماذا لان انعدام السيادة انعدام انعدام السيادة حيث لا يسود ايه على بي سيادة تامة كل واحد بدماوه لا يسود احدهم على الاخر طيب سيادة تامة سيادة تامة بتظهر فين انا عندي الايه يسود على ال او والبي يسود على ال او سيادة تامة كلام خطير يا جماعة جدا طيب تعدد البدائل رقم ثلاثة تعدد البدائل تعدد البدائل عندي مهم جدا ان اعرف انه يوجد اكثر من فصيلة دم زي ما قلناهم فوق كما سبق طيب خلينا نقول مسألة خطيرة بتجي في الازهر والتربية والتعليم على طول كيف يمكن كيف يمكن الحصول على اربع فصائل دم من تزاوج زكر مع انسا امتى وازاي نقول الفصيلة الوحيدة التي تعطي ذلك الا او والبي او يعني فصل الدم ايه وده بيه بس من نوع اي او هنا مذكر هنا ايه مؤنس بنبدأ شغل وراسة تماما الا والا هنا البي والا دي قلنا مذكر نعمل شغل وراسة معنا خلاص عملناها مسألة خلاص هنا برضو نفس الكلام عملناها مسألة لو عملنا الجدول الجميل المحترم اهو بسرعة في نص دقيقة اقل من نص دقيقة مذكر مؤنس هنا ايه هنا او هنا بي هنا او اي بي ادي فصل الدم طيب البي او ادي التانية الا او ادي التالتة او او ادي الرابعة يبقى دجل الناتج حصلنا على الاربع ايه فصائل من هذا التزوج يبقى الابناء بتاعتهم هتجيب ايه الاربع ايه فصائل نيجي الاخر حاجة الار اتش وجدوها ان في خمسة وتمانين في المية عامل الريزس او الريزوس الاتنين خمسة وتمانين في المية موجب في البشر وخمستاشر في المية سالب هنا موجب وهنا ايه سالب الخطورة في الات ide وكيف نعالج هذه الخطورة الخطورة في الوضع ده يعني ايه لو الراجل موجب والست ايه سالب دي الوحيدة اللي فاختور يبقى ده ذكر ودي انسة دي الوحيدة اللي فاختورة زمان شوف اولا الجنين هنا الجنين هو مش الطفل الجنين لسه في بطن أمه هنا فيه ماشيمة الماشيمة عارفينها بتوصل الجنين بأمه خلاص حسب الوراثة أن هذه موجبة يعني سائدة خلاص إذن الجنين سيحمل دم أو أعمل الرجزة سائدش موجبة عشان والده عشان صفة سائدة وفي نفس الوقت هيجيله أرقش سالب من أمه عشان طريقة التبادل بتاع الدم إذن يحدث أن المولود الأول طبيعي أما الثاني يموت علاج ما هو العلاج انتي ار اتش دي حقنة موجودة بتتاخد بعد الولادة باثنين وسبعين ساعة عشان نتجنب ما يحدث من موت الجنين التاني أو المولود التاني مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة الدميات الجديدة مش هقولكم تاني نساعد في نشر الفيديوهات اللي أنا بعملها حاليا ننتظرونا في الكيمياء بإذن الله ملخص عام للباب الرابع في الكيمياء إن شاء الله تلخيص جميل كده وحلو وهيجبكم وبإذن الله بالنسبة لتانية سنة وهنعمل نفس الكلام وتانية سنة وانتظرونا الباب الرابع هنعمل لكم المعادلات كلها اللي موجودة بأسلوب سهل وجميل بإذن الله في حوالي حلقتين بإذن الله إزاي نحل أي معادلة الجنة من الاتنين وخمسين معادلة اللي موجودين في الباب الرابع مصدر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضميات الجديدة وطبعا ده رقم الواتس عشان ما تقولش عليكم هو للتواصل لللي عاوز أي حاجة لللي عاوز مراجعات لللي عاوز زوم إن شاء الله نبدأ مع بعض إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته